اشتركوا في القناة 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 قلبي اشتركوا في القناة 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 وكل مرة بتشتغل بتبقى أحسن من المرة لقابليها دي حاجة مهمة جدا انتي صوت حلو حلو انا بنبسط بيك ان كل مرة بشوفك انك بتطوري من نفسك انا مبسوط وفخور ان انا اخترتك صوت حلو وقفتك وقفت واحدة عارفة هي بتعمل ايه ثقة قمة المنظر والاحترام انا بقولك يعني انا سعيد ان اخترتك فعلا يسرى وانا بضيفك على كلام حسن انه لو حسن ما اختارك اكيد واحد مننا كان اختارك لانك تستاهل يتوقفي هنا شكرا انا مبسوط جدا صراحة اليوم انا شوي يعني تعبنا شوي من الاختيارات تبع الاغاني انت اليوم رجعت تسح صحتين في وقتين انا عم نحكي هيك اخترت الشي بالبقلك بصدك انت عم تغني احساسك حلو جدا صوتك حلو جدا دخلتك حلو جدا وقفتك حلو جدا كلك حلو جدا شكرا 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 يا سلام والحلو في صوتك الحلو اللي أنا دائما ملاحظته في صوتك وما يتغير عندك إقاع ما شاء الله في صوتك مضبوط ونتي بتغني ما شاء الله سؤال سؤال أبن ما نختم ها هجل جمهور هجل جمهور أعودي لمتابعتين حلقات المرحلة الأخيرة من عرب عيدل 12 مشترك ومشركة عامية بيرو إذا عندكم أي سؤال تطرحوا عليه وندخلوا على موقع www.nbc.net ونحن كل اللي تثبت رح نختار سؤال من أسئلتكون ونوجهه لواحد منهم ونكملين ونفس دلوقتي مع يسرى صعوف من المغرب بس تعالوا نشوف العلاقة الصداقة القوية منها وبين فرواز حسين صوتوا لي صوتوا ماشي صوتوا لي كثير إزعادة إزعاد شوف أوكي يلا رولي أنا اليوم اختيار صديقة لي يسرى صعوف أنا بحب يسرى صعوف يسرى تستهل يبقى The Arab Idol لو بتحبوني لو بتحبوني بزا بزا لو بتحبوني تحضر لو بتحبوني صوت ليسرى بزا 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 لرقم 10 أخري تلي كان لننسى عجرم رح نسمعه بصوت يسرى صعوف اللي كان من قبلك كنت وانت مش قنبي ما كنتش عايش فيه واني حايق بعدك انت لو ما كنتش قنبي يارد نموت قبلي كنتم تحبوني وانت مش قنبي وانت مش قنبي وانت مش قنبي وانت مش قنبي وانت متحبوني موسيقى 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 أحلى تعليم شكرا لك يسرا كنت هايلة متحكمة في صوتك أحساسك حلو جدا في الأغنية شخصيتك واضحة أنا مخترتكيش كده أي كلام في الهوى أنا خطرتك عشان شايف موهبة حقية وقفة أدامك شكرا لجدك حس عيد لأيلك يسرا شكرا بنتوفي رامة تصويت الخاص فيها هو عشرة بنهاية زيارة محمد مونير وقل كان محضر مفاجأة على يسرا بذكر عيد ميلادة أكيد الكيمش شارك المشتركين بها الفرحة وتابع الاحتفال بعيد يسرا خلال التمارين النهائي حيث كان في مفاجأة وهي عبارة عن رسالة صوتية حضروا ليها أهلا وأصدقاء من المغرب سراك لقد كانت منك عيد ميلادة ساعد رغم أنك بعيد عليها وقلبي ره معاك وأنا راضية عليك وكانت منك شرفي بلادك أحسن شريف ماماك بنتوفي رغم أنت منك عيد ميلادة ساعد سوف أدخل عليك بنجاح وتوفيق إن شاء الله سراك كان بغير نقول لك بهذه المناسبة جيدة لك شريف أحسن شريف كثيرا أنا هي بخت طلاب عرب عايدل بأي شي بعد الـ 120 سنة منشوفك بيك ستار يجب الأعالم العربي كله وانشاره أطبع لأارب عيدل يا ربي فوذي بأي حلامك أنا بحبيك بزعب بزعب وأ أوقعك وحبيك بشكل خدف أحلام 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 ميلاد في حياتي تشوفي زرائعة رائعة 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 بكوني شكرا للناس كاملين اللي يعيدوني في ميلادي وشكرا للعائلتي اللي داينا معايا شكرا للفانز إن شاء الله أنا كنوعدهم أنني كل براين وقد يكون أحسن وأحسن وأحسن وقد يرفع راية لدى الفقر إن شاء الله بنيية زيارة محمد مونير واقل كان محضر مفاجأة على يسرى بذكر عيد ميليدا اكيد الكلام شارك المشتركين بها الفرحة وتابع الاحتفال بعيد يسرى خلال التمارين النهائي حيث كان في مفاجأة وهي عبارة عن رسالة صوتية حضروا ليها أهلا وأصدقاء من المغرب في يسرى كنت منالك عيد ميلاد سعيد رغم أنك بعيد عليك وقلبي رغم عادي وأنا راضية عليك وكنت منالك جار في بلادك أحسن شريف ماماك نراح منك يا عين هنسمعها بصوت يسرى سعوف من المغرب موسيقى نراح منك يا عين قد روح من قلبي مرة ملخفز مرة اشتركوا في القناة موسيقى 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 يسرى الجو عندك عمل ايه فوق بنتي بسم الله ما شاء الله النهاردة اطول مني انا وفاهبي وانا بلا مع بعض النهاردة غنيتي كويس اه اريد اقول لك على حاجة قال لي شوية العرب الحاجة الحلوة الكتيرة ممكن بتبقاش حلو فعرفي تقولي انتي الحاجات دي انت قال لي وكل ما تقوليها سيبقى ليها معنى اكبر لكن غنيتي كويس جدا وانتي الطالبة المكتهدة احسن يسرى انتي وين الحين فوق انتي راح تكوني فوق انتي راح تكوني في يوم الليان فوق هيك مثل ما انتي احسنتي غنيتي كتير حلو انا مع حسن مية بالمية انه انتي اليوم زودتي العرب انا بالنسبالي العرب مثل الجولري كتير لما تحطوهم كلهم فوق بعض بيبقى صحيح ثمينة بس بتكون ضايعة حسون حسون يا حسون لا تعلي لا تعلي شوكنا احلام نانسي يسرى يسرى انتي شوان بتعملي قبل بمرة اسبوع الماضي الي كان واليوم شوان بتعملي فيه قصدي اسبوع الماضي الي كان واليوم لشادية وانا بموت بشادية انا انا بتعرف شو تمنيت اليوم تمنيت انه كل واقفة حد يكون غني الغنية سوا بس مش فوق المسرح تعب اوليها ليه لانه عند فوبي من العلو انا لس انا زيك انا زيها بس اطلب منك طلب انه تنتبهي على الاقاع شوية اكتر مرة تانية برافو شوكنا برافو انا سعيد ان اسمع اغنية شادية الفناني شادية بصوت وبشخصية يسرى يسرى انفردت بشخصية اهيو عم تغني كلشي كان منيح الا بمعض المطارح كنت عم تغني من صح؟ شويز يمكن هالايام طاقص حساسية انا عارف كلها منصبين بالحساسية فبدي اقولك مثل احلام انت بتستهبلي احسن دي احسن دي احسن دي منحبك نحن وانت موهبة جيدة جدا 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 بس باقولك شي انا ما بقول انت بتستهبلي انا بقول انت بتستهبلي ايوه طبعا انا بنت اجعل شكرا لجل التحكيم امغي شكر لجل التحكيم ككل انا هم ناسا اي حم دائما كتفيدني وكنشكر جمهولي دائما كيصوتلي وبخليني كمبلا في البرنامج فاهمينها جو عم بتقولي بس كنشكركم كنشكر لجل التحكيم اللي دائما فقراسي ونا سائحة فقراسي اكيد غادي نعمل بها وكنشكر الجمهور الكبير اللي دائما مساندني وخليني مكمله في الفروجرام انا اكيد من الجمهوري كتير حيصوتلك وانت شرفت بلادك وكنت خير ممثل لبلادك المغرب شكرا لجل التحكيم يسرا اول مرة اكلمها حد اطول مني يسرا غنت النهاردة عشر على عشر شجعوها بالتصويت على الرقم عشر شكرا للمطربة في عيسى احمد رح نسمعه بصوت يسرا سعوف من المغرب شكرا للمطربة في عيسى احمد شكرا للمطربة في عيسى احمد انت وبسي الحبيب انت وبسي الحبيبي بحما يقول العفاك ويبحبك أنت عيني حتكبر منها شوية ويبحبك أنت عيني حتكبر منها شوية ويسأل أنت وحلثها أنا طول حتقول لك هيا ويسأل أنت وحلها أنا طول حتقول لك هيا انت وبسي الحبيبي انت وبسي الحبيبي انت وبسي الحبيبي انت وبسي الحبيبي مهما يقول العصان أنا ألبي لحميات وما فيش غيرك علبان أنا ألبي لحميات وما فيش غيرك علبان أنت هو بس الحبي أنت هو بس الحبي أنت هو بس الحبي أنت هو بس الحبي بهم يقول العصان الله 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 علي قمال فوتك الله 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 أنا عوز أقول لك على حاجة اختيارك 10 على 10 غناكي 10 على 10 واللي احسن من كل ده ان انت عملت اللي احنا طلبناه منك والعرب الكتيرة مش شايفها حسن بس بالاذن منك لكنه سوتول على الرائم 10 كمان اه والله عربك اللي كنت انا بحس انها كتيرة وبقول عليها بيبقى راغي في الغنى مكنتش موجودة النهاردة زوءك في الغنى كان حلوة جدا 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 10 على 10 احسنتي وكملي كده احسنتي انا ما رح اعلق بعد حسن على غناكي انا رح اقولك بش شي وانا متأكدة منه انو لو الست نجاة الصغيرة وجه لها تحية لو الست نجاة الصغيرة سمعتك تغني كان وقفت وسقفتلك خيثة احمد وانا يزي عفت وانا يزي عفت واكيد عنده نفس الرأي رح يكون مثل شريسة يمكننا مش حساسي يمكن حسيت في صوتك حساس نجاة الصغيرة صح 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 يمكن انت بتغني بحسك انو نجاة بتغني وانا على فكرة انا من عشاق فايزة احمد احسنتي احسنتي يا يسرا انت عم تشتازة لانت حانيت بنجاح لانو عن جد اليوم بدي اهنيك من كل قلبي لانو الاغني اللي اخترتها اليوم هي من الطرب الاصيل وانت ومن العيار التقيل يعني وانت قديتها بشكل رائع يعني انت اليوم بغنيت من احلى المرات اللي انا بسمعك فيها هون واحساسيك واحساسيك احساسيك وغنيك هناك واقاعك كان بجنن وكلشي وقفلاتك كلشي 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 اليوم بدي هنيك من كل قلبي يا يسرا انا مبسوط منك فوق الوصف لانو هالكومبينيشن المزيج من الاحساس التقنية اللي عم بتغني فيها يعجز عنها كبار المطربين والمطربات حقيقة احساسك كان عالي ومتل بقالك حسن سعملتي عربك بالمكان المناسب وبالطريقة الاسلوب المناسبة نفسك كان عم يطلع من جوا وهو المفروض يطلع معه كل كلمه مع ولاد ضع таким انو ممكن الجمهور يتأثر لبكرة سوتو الله على الرقم عبد الكريم حمدان يسرى سعوف برواز فارس المدرين فضلوا معي على المصر فضلوا فارس المدرين تعال يا برواز تعال يا فارس تعال يا جس اتنين منكم فصلوا على اقل نسبة تصويت وللأسف هنودعهم النهاردة والتنين هيروحوا في منطقة الامان وهنشوفهم الاسبوع اللي جاي بص الحلقات اللي فاتت انا بالنسبة لي شخصيا كان يعلاني النتيجة النهائية كان دايما بيبقى عندي امل لان فيه بطاقة الامخاز النهاردة الحاجة الصعبة النتيجة النهائية هي النتيجة النهائية بطاقة الامخاز استعملناها خلاص والاتنين اللي هيحصلوا على اقل نسبة تصويت مبقاش عمدهم قبل الصراحة مش عارف اقول نتيجة ازاي انا شخصيا بفتكر من اللحظة اللي انتو كنتوا فيها واقفين مع ناس كتير جدا جدا وبتاخدوا رقم بعد كده دخلتوا المرحلة الاولى والتانية وعيشنا مع بعض كنت اقول اسمائكو دايما في لحظة الفرح وانا بقول ان عبد الكريم او يسرى او برواس او فارس حد منكم حيكمل معنا في البرنامج صعب علاقة جدا بلقي في ان انا اقول ان فيه اتنين هيمشوا مسايا دي شروط البرنامج كل مرة تسمعونا بنقول من هنا ابتدى المشوار عايز اقول للاتنين اللي هيمشوا النهاردة ان من هنا ابتدى المشوار ومن اللحظة دي اللحظة اللي هيمشوا فيها ان شاء الله ان شاء الله يتابعوا المشوار بنجاح انا مش بحاول ان انا واسيكو بس بجد دي حقيقة انتو عارفين نسبة التصويت بتيجي لحد اعلى من التاني بجد دي مضوع صعب علايا بسعب 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 مسايا دي شروط البرنامج انا مش هستويل كتير عليكم وعليا وعلى الجمهور وعلى اللجنة وبجد مش بحكي الكلام ده علشان اعمل اي نوع من انا عسى سبنس انا بحكيه من قلبي بجد لان انا متعلق بيكو زي ما كل الجمهور متعلق بيكو واللجنة كمان للأسف انا هاعلن دلوقات يمين هم الاتنين اللي هيمشوا الاتنين اللي نالوا اقل نسبة التصويت انا بسراحة مش هادر اقولهم بس انا عسف يعني عسف ليكو وكل الناس اللي بتتفرج علينا انا هقول دلوقاتي الاتنين اللي حصلوا على اقل نسبة التصويت وهيمشوا النهارده هم يسرى وفرس برواس وعبد الكريم انتو في قنطقة الامان يسرى وفرس برجع باقولكو انتو نجوم وبعليكو جمهور وكل الناس بتحبكو بجد وان شاء الله من هنا يبتدي مشواركو يا عرب دلوقتي خلونا نشوف اكبر اللحظات اللي عاشها يسرى وفرس في البرنامج جزربة عرب ايدل بالنسبة لي هي حل اربعة مبروك اسوأ اللحظات هو في اول لايف لما كنت في منطقة الخطر برواس حسين مبروك الحمد لله هاللجنة امنت فيها دي ما وهيب انعيزها يسرى انتو حكم المعامل انت حبيب اللي موت لايف الرابع كان بوجود الفنان رامي عياش كان من الاحلام ديالي انني اتغني معه الحمد لله تحقق هذي الحلم في عرب ايدل شارف كبير لي انني وصل مصرح عرب ايدل ووقفت عليه لانه ده كان حلم بنيسبة لي انا مبسوط وفخور ان انا اخترتك صوتك كأنه مزيج من صوت لجافة الصغيرة واسرة كم غير يقول اخر كلمة للناس اللي دائما مشجهيني هذا شرف لي كبير انهم حسو بي وحسو باداء ديالي وعجبتهم فاكنقول اليوم شكرا 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 لكم قبل ما نختم حلقة الليلة اما بالنسبة لصوت يسرة الصوت المحتشم والراقي في عرب ايدل انتي خسارة كبيرة للبرنامج خروجك خسارة كبيرة لكن كمان انتي انتي طموحة جدا وجودك معانا السنة وللمرة الثانية هذا اكبر دليل على طموحك وعلى اسرارك فخلي خلي هذا الاسرار كفي انا متأكدة انه بعد ما تطلعي من هنا راح تكفي مشوارك لانك صوت رائع حسن انت لعبة دور كتير كبير بوصول اليسرى لهون شو متحب توجه له انتي قلتلك الطالبة المجتهدة وانتي النهاردة وانتي ماشى صعب بالنسبة لي وحاسس ان فيه حد منا ماشي مش متسابق لانتي بتباتي معانا من اول يوم وانتي اعتبرناك ان انتي من العيلة وبعد ما مشيتي من سيزن وان قلتي انا هرجع وهكمل ومهما حصل انا ورضو هكمل وهبقى احسن وفعلا انتي عملت ده وانا بقولك مش بجاملك عشان انتي عارفة انا مش بجامل حد انتي فنانة جندة جدا 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 شكرا حسن شكرا راغب عليمي انا بقول انه اول شي رح نشتقلهم بالبرنامج متل ما الجمهور رح يشتقلهم وبيدي اقول لوجه يعني اول شي ليسرى يسرى اني انا منعشاق صوتك وانك ما يحالفك التصويت ما يحالفك الحز بالتصويت بدك تطلع على نصف الكأس الملقان مش نصف الكأس الفاضي يعني انت اليوم يمكن عندك حز قبل زملائك انك تبتدي بالحياة يبتدي مشوارك التاني يبتدي مشوارك الاول من قراب ايدل يبتدي مشوارك التاني عن جمهورك اللي حبك وانا بعرف قديش الناس حبني صوتك وانا بعرف قديش متل ما قال خي حسن انت موهبة فظيعة ورائعة جدا 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 شكرا يسرى كلمة اخيرة انا بدي اقول اول شي شكر كبير اللجنة الرائعة اللي دائما تمنيت عني نوقف قدامها وقبت قدامه اليوم ولي الشرف انا وستاذ حزن يعني اعطاني فورسة كبيرة في اول ويعني كنت عند حسن ضن وعطيت احسن معندي باش يكون راضي على ادائي وشكرا للملكة احلام لدائما تعليقاتها يعني فقرأسي والفنانة انسي حجرام سيبرستار راغب علامة وكان بغير نقول يا رب نكون اشترفت بلادي المغرب ونكون اشترفت ناس المغرب والعالم العربي كامل اللي صوت ليا واكيد ما انسهنش المشوار بنسبالية بالعكس بدا وغادي نقدم احسن معندي بردا احسن بالتوفيق بارس ويسرى بالتوفيق كل ما بنقرب على اللقب كل ما المنافسة عمبالة تزيد تمام مشتركين بس مكملين معانا البرنامج وهيطلوا عليكم جمعة اللي جانبا تبعونا بعد نهية الحلقة ولقونا مع المشتركين في حديث خاص عبر موة mbc.net سلاش عرابايدن بلاس تصبحوا على ألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة